جولة اقل ما يمكن ان توصف به انها ذات اهمية بالغة هي التي يقوم بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اوروبا والتي بدأها من العاصمة الفرنسية باريس ملفات عديدة يحملها الكاظمي في حقيبته مع الوفد الحكومي الذي يرافقه يقف في مقدمتها تعزيز مسار العلاقات مع البولتان التي وضعها في برنامج زيارته وهي فرنسا وبريطانيا والمانيا ويعاندت الثقة الى الشركاء الاوروبيين وتقديم التطمينات بشأن الوضع الداخلي العراقي وترميم الثقة التي تزعزعت بعض الشيء نتيجة الهجمات والتهديدات الاخيرة التي تعرضت اليها البعثات الدبلوماسية رئيس الوزراء التقى نظيره الفرنسي اما اولى في ماريز زيارة الى باريس فكانت توقيع ثلاث وزارات عراقية وهي الزراعة والنقل والتعليم العالي اتفاقيات مع نظيراتها الفرنسية تحمل الكثير من الاهمية في بنودها لما تحقيقه من منفعة في مجالات اقتصادية وعلمية متعددة ابرز محطات زيارة الكاظمي كانت لقاءه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والذي كانت اهم محاوره سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وفرنسا بالمجالات الاقتصادية والامنية والثقافية وفي مكافحة الارهاب الكاظمي اعرب لماكرون عن تطلعه الى توطيد علاقات الصداقة بين البلدين وتمتين سبل تعاون المشترك بما يعزز المصالح المشترك بينهما مشيدا بالجهود التي تقوم بها فرنسا لاطلاق مبادرة لدعم الحكومة العراقية في تنفيذ بعض فقرات برنامجها الحكومي الاصلاحي الشارع العراقي يتطلع بلهفة لنتائج جولة رئيس الوزراء ولقاءاته مع قادة اوروبا الكبار في ظل امال بان تصب تلك النتائج بمصلحة البلاد التي تحتاج في هذه المرحلة الى معالجات لا تقبل التأجيل ترجمة نانسي قنقر